اذا رأيت الفيديو ستعوني بتعرف ان انا مش دائما باكل اكل صحي فعشان هيك اليوم قررت رح اعمل صلطة بس مش اي صلطة صلطة عطريتي انا اول شي بتجيب خمس حبات بطاطا بتسلقهم بما يسخنة بعدين بتجيب خمس حبات جزر وخمس حبات شماندر بتحط كل واحد يوم بصحنوا بتبشرهم منيح بعد هيك هتزيد عليهم زيتون اسود بصل اخضر جوز امخلل اوباء دونس وهلأ رح تبدأ تشتغل على الصحون اللي انت بشرتها بتحط معلقة ملح صغيرة على كل واحد بعدين بتحط شوية فلفل بعدين معلقة مايونيز وبعدين تخلط كل واحد فيهم كتير كتير منيح عبل ما اخر اشي بيطلع معاك اشي بالزبط زي هيك وتبدأ تشتغل على الكيك تاعك اول اشي لير الشماندر بتزبطه منيح بعدين بزيد عليه البقدونس والمخلل والزيتون الاسود والجوز والبصل الاخضر وبعدين اللير التاني اللي هو الجزر نفس الاشي بعدين بزيد عليه بقدونس ومخلل له زيتون اسود وجوز وبصل اخضر وبعدين لير البطاطة هالاخر اشي بتزبط لير البطاطة بتزينه بشوية بقدونس واكمن حبة جوز بتحطه بالتلاجة لا مدة ساعة بالما اخر اشي بيطلع معاك بالزبط زي كتو بس طلعوا الالوان تعونه طعمه خيالي كتير كتير زاكي زوالوا منكم جربينه عن جد عن جد لازم تجربوه